بحسها الراقي خلقت شكلا مميزا للأدوار التي لعبتها طوال تاريخها الفني الممتد إنها الفنانة الكبيرة الراحلة رجاء الجداوي فمنذ ظهورها على شاشة السينما قبل أكثر من نصف قرن ارتبط اسمها بالأناقة ولم يفارقها هذا الوصف قط ولدت الجداوي بالإسماعيلية في السادس من سبتمبر عام 1938 ثم انتقلت للقاهرة للإقامة مع خالتها الفنانة الراحلة تحية كاريوكا التحقت بمدارس الفرانسيسكان بالقاهرة حيث تعلمت الفرنسية والإيطالية وعملت في قسم الترجمة بإحدى الشركات الإعلانية فازت بجائزة مالكات جمال القطر المصري في عام 1958 ثم عملت كعارضة أزياء عرفت الطريق إلى الفن من خلال فيلم غريبه عام 1958 وصل عدد سنوات عملها الفني إلى 62 عاما تتخطى أعمالها ما بين السينما والتلفزيون والمصرح 250 عاملا تزوجت بلاعب القرى الراحل حسن مختار عام 1970 وأنجبت ابن واحدة حصلت على وشاح صمراء القاهرة ومن أشهر الأفلام التي قدمتها دعاء القروان وإشاعة حب ولها مصرحيات خاصة ومميزة مع الفنان الكبير عاد الإمام من بينها الواد سيد شغال والزعيم إلى جانب عدد من البرامج التلفزيونية والإذاعية الشهيرة وأصيبت الفنان الراحلة بفيروس كورونا وتم نقلها إلى أحد مستشفيات العزل بالإسماعيلية لترحل عن عالمنا تارك خلفها تاريخا فنيا حافلا ترجمة نانسي قنقر